رجوكم بس ركزوا أنا رأيي أن كل التركيز في الفترة اللي جاية دي وقف إطلاق النار اللي جملة على فاكرة عايز أقول لكم علومة اللي إسرائيليين طلبوا من كل حلفائهم قال لا تذكر يعني قبل كلمة فلسطين قال لا تذكر جملة وقف إطلاق النار اللي إسرائيلي قال له كل النار ما حدش يجيب الكلمة دي كلمة وقف إطلاق النار دا مش موجودة غير موجودة ما حدش يجيب وأنا أشك أن انتوا حتقلوا الجملة دي موجودة حتقلوا ايه كلمة ايه خفض التصعيد يعني اللي هو ايه موتوهم بشويش شوية بدل الألف طن النهاردة ارميهم بخمسمائة طن إن موقف إطلاق النار هذا أمر غير موجود لا يستخدموه في العالم إحنا لازم نفهم إنه دورنا مع دور دور كثيرة موجودة في المنطقة أن هذا الجنون يتوقف أن هذا الدم ما يكملش فأرجو بس إن حالكم تفهموا هذا الأمر لغاية النهاردة إحنا بنشوف دولتنا وحكومتنا وإدارتنا قادرة على استخدام أوراقها وعلى فكرة في المقاسي دي ولمشاكل دي دا موضوع ليس سهلاً ليس سهلاً على أي حد خانس ترجمة نانسي قنقر